سعود جابر موجود إذن اليوم مثل ما تكلمنا درس هام وهام جدا عن هيكل البيدق أو البونستريكشور مثل ما معروف في اللغة الإنجليزية البونستريكشور أو هيكل البيدقي هيكل الجنود رح نتكلم بشكل واضح عن الأقسام رح نتكلم عن المهام رح نتكلم عن أشكال البيدق على رقعة الشطرنج رح نتكلم عن وظائف الجندي أو البيدق على رقعة الشطرنج رح نتكلم عن كل شي بهم ويخص الجندي على الرقعة بالإضافة إلى الأهداف اللي ممكن يحققها الجندي على الرقعة أحمد الصباق حيا الله الشباب توفي أبو حميد حيا الله كل الموجودين معانا من داخل وخارج وطننا العربي من كل مكان من لبنان من فلسطين من الأردن من سلطنة عمان من سوريا ومن دولة الإمارات الحبيبة رح نبلش الدرس ولكن قبل ما نبلش الدرس رح نتكلم بالبداية عن الرجاء بالالتزام بالهدوء والتركيز التام أرجو من جميع اللاعبين الرجاء من جميع اللاعبين أخواتنا أخوتنا العرب من لبنان والعراق والأردن وفلسطين وسوريا وكل أنحاء الوطن العربي الرجاء التركيز لأن الدرس يعني ها هي فرصة كبيرة لكم جميعا فرصة لجميع اللاعبين والأطفال لأنه يستفيدوا بشكل كبير وكبير جدا الرجاء التركيز أولا رح نتكلم عن انتشار الجنود في مرحلة الافتتاح دائما بيكون مثل ما بتعرفوا إلى الوسط دائما اللعب بيكون على مربعات الوسط يعني غالب الافتتاحات أو جميع الافتتاحات دائما بيكون اللعب فيها للعب على الوسط السيطرة على الوسط يعني اللعبنا مثلا جي سيكس دائما الأبيض بياخد خيار في كافة الافتتاحات أن يحتل الوسط في جندي أو جنديين إذا سمح الأمر إذا تحتل مربعات الوسط بجندي أو جنديين فهذا شي جيد شو السبب أو شو الفائدة من احتلال الوسط بالجنود أول شي هو السيطرة على أكبر كمية أكبر كم من المربعات والحصول على المساحة أنك أنت تنتشر في الجنود وتحتل الوسط وتحصل على المساحة أو تسيطر على مربعات الوسط هذا الشيء رح يفيدك بشكل مباشر في عملية انتشار قطعك أيضا أنت فتحت على الفيليل فتحت الأوتار وفتحت الأعمدة وانتشرت واحتلت مربعات الوسط دائما بيكون الهدف من حركة الجنود في المرحلة الأولى هو الانتشار والسيطرة على مربعات الوسط من ثم سهولة حركة القطع سهولة حركة القطع يعني لو رجعنا للخلف وعبنا نقلة مثل E3 نقلة E3 نقلة ما لها أي علاقة في السيطرة على مربعات الوسط بالإضافة لذلك فتحنا على فيل واحد فتحنا وتر لفيل واحد بينما الفيل الثاني لا يعمل والقطع التي لا تعمل ليس لها قيمة على رقعة الشطرنج لازم أنك أنت تشتغل بطريقة استراتيجية تشغل قطعك بشكل كامل ما تهمل أي قطعة كل قطعة موجودة على رقعة الشطرنج لها قيمة والها قيمة كبيرة ولها مهام فعلى سبيل المثال نحن ممكن نلعب بطريقة أو بأخرى أيضا مثل نقلة D3 أيضا هاي النقلة فتحت للفيل الأسود فقط ولكن الفيل الأبيض ما رح يشتغل بهاي الطريقة إذن احتلال الوسط امتلاك الوسط هذا أول هدف من أهداف البيدق أنا أحتل الوسط أحتل الوسط هذا رقم واحد طيب يا كابتن رقم اثنين رح نعرفكم بشكل سريع على الأقسام الموجودة على رقعة الشطرنج من هيكل الجنود رقم واحد مثل ما كم شايفين بيادق الوسط هدول البيادق يعتبروا بيادق الوسط عندنا أيضا بيادق جناح الملك وبيادق أو جنود جناح الوزير هناك من يقول عنهم جنود وهناك من يقول عنهم بيادق وانت تقدر تسميهم مثل ما تريد هدول الجنود إذن جنود الوسط جنود الوسط وهدول جنود جناح الملك وهدول جنود جناح الوزير ما هي مهام هذه الجنود؟ جنود الوسط مهامها أن تحتل الوسط وتسيطر على مربعات الوسط وتحصل على المساحة طيب ما هي مهام جنود جناح الملك؟ جنود جناح الملك هي مهامها حماية الملك في حال التبيت على التبيت القصير في حال تبيت على جناح الملك وجنود جناح الوزير مهامها أيضا حماية الملك في حال التبيت على جناح الوزير طيب بعد الانتشار وبعد انتشار القطع واتخاذ قرار التبيت على جناح الملك أو جناح الوزير يصبح للجناح الآخر مهام مختلف يعني في حال أنا بيتت في الملك على جناح الملك أصبح مهام الجنود هذول جنود حماية جنود كفر هذول جنود الكفر أو جنود الحماية أصبح مهامهم حماية الملك بينما جنود جناح الوزير أصبح لهم مهام الحصول على المساحة تطوير جناح الوزير الجناح لازم يعمل كيف القطع لازم تعمل أيضا الجنود لازم تعمل والجناح لازم يعمل لازم نطول هذا الجناح طبعا راح نشوف أمثلة كثيرة على ذلك الأمر طيب بنرجع الحين لأهم ما موجود في درسنا لليوم هو أن نتعرف بشكل كامل على كل شيء يتعلق في البيدق سندخل بشكل مباشر بالدرس سندخل بشكل مباشر بالدرس وسننتقل للشكل الأول مثل ما ترون في الشكل الأول سنعرفكم على أول شيء يجب أن تتعلمونه جميعا أنتم كل اللعبين يجب أن تعرفوا وتتعلموا وتطلعوا عليه نرى أننا الآن في الشكل الأول أن الأبيض لديه مجموعتين من الجنود مجموعتين من الجنود هذه مجموعة في جناح الوزير وأيضا مجموعة في جناح الملك يعني جزيرتين أو مجموعتين بينما الأسود في عنده منشوف الأسود في عنده مجموعة اثنين ثلاثة ثلاث مجموعات للأسود مقابل مجموعتين للأبيض وكلما كانت الجنود مجموعة واحدة كلما كانت أقوى سأذكركم في قول لا فيليدور أمن أعظم لعبين الشطرنج في العالم لعب عظيم جدا تحدث عن البيادق وقال أن الجنود هنن أو البيدق هو روح الشطرنج لماذا روح الشطرنج؟ لأن شكل الجنود على الرقعة دائما ما يسبب في الفوز والخسارة يعني إذا كانت جنودك ضعيفة رح يكون فيها سبب كتير كبير في أنك تخسر المباراة وأن كانت جنودك قوية على الرقعة رح يكون هذا سبب كتير كبير لأنك تدفوز المباراة شكل جنودك على الرقعة يؤثر بشكل كبير وكبير جدا على نتيجة المباراة أيضا بالإضافة إلى ذلك الأمر احتلال الوسط بالجنود والسيطرة على الوسط هام جدا والسبب أن نقطة الدفاع والهجوم دائما تأتي من الوسط نقطة الدفاع والهجوم دائما تأتي من مربعات الوسط دائما لازم يكون عندك عينتين عين على الوسط عين على مربعات الوسط والعين الثانية لازم تكون على حماية الملك لازم تكون العين الثانية على حماية الملك ما ممكن تهمل هذا الموضوع نهائيا ما ممكن تهمل هذا الموضوع نهائيا عين على مربعات الوسط والعين الثانية على جناح الملك وعلى حماية الملك إذن مثل ما تكلمنا وتحدث في اليدور الجنود هنا الروح السطرنج أيضا صحيح يمكن الجندي لوحده ضعيف وأي قطعة ثانية ممكن تقول لي كابتن الحصان أقوى من الجندي الفيل أقوى من الجندي أي قطعة ثانية أقوى من الجندي صحيح لكن الجنود معا قوة كبيرة وكبيرة جدا وقد يعادلوا قوة الوزير الجنود المجتمعين قد تعادل قوة الوزير الجندي مهامه كبيرة وكبيرة جدا وبالإضافة لذلك يعني مهم جدا أنك أنت تحافظ على كل جندي تمتلكه على رقعة الشطرنج إذن الشكل الأول يتكلم عن عدد الجزر أو عدد المجموعات اللي موجودة على الرقعة في الشكل الحالي ومنشوف منشاهد أن الأبيض يمتلك مجموعتين بينما الأسود يمتلك ثلاث مجموعات وهذا الشيء رح يكون نقطة ضعف عند الأسود ليش؟ كلما كانت مجموعاتك أكثر كلما كانت جنودك أضعف منشاهد بهذا الشكل أيضا منشوف جندي هذا البيضق يسمى بيدق معزول أو إيش يسموه بالإنجليش؟ كلكم تعرفونه أنا أتكلم من اللغة العربية عشان الأخوة اللاعبين العرب يعرفون ويفهمون الدرس بشكل جيد إذن هذا الجندي بيدق معزول بيدق ضعيف بإمكان الملك يطلع ويضغط على هذا الجندي أو يكمل مشواره ويضغط على هذا الجندي الجنود المعزولة هي جنود ضعيفة ونقطة ضعف في معسكر اللاعب عشان هيك حاول تجنب أنه يكون عندك جندي ضعيف عاول أنك تتجنب أنه يكون عندك جندي معزول فاهم؟ إذن ننتقل على الشكل الثاني الكلام واضح وواضح للجميع الشكل الثاني فيه عندي أيضا أنا مثل ما كم شايفين بهذا الشكل عندي جندي في مربع دي سيكس جندي يعتبر جندي باكورد وجندي معزول أيضا ما في حماية لهذا الجندي لا من عمود السي ولا من عمود الإي وبالتالي هذا صار الجندي أصبح جندي نقطة ضعف قد نجيب الفيل يضغط على هذا الجندي مثل ما كم شايفين الفيل الآن يضغط على الجندي حتى وأن توفر له حماية حتى وأن كان فيه قطع تحمي الجندي بالقلعة أو بالفيل أو إلى آخره أيضا ممكن نجيب القلعة ونجيب القلعة الثانية ونجيب القطعة الخفيفة ونجيب القطعة الثقيلة ونضغط على الجندي الضعيف الجندي الباكورد الجندي الضعيف نقطة الضعف بس أنت شاهدت فيه نقطة ضعف لازم يجيب قطعك على نقطة الضعف ومثل ما كم شايفين الحين هدول الجنود سلسلة من الجنود السلاسلة الجنود القوية ستكون ضعيفة كلها لماذا؟ بمجرد أنك تأكل أول جندي ستأكل الثاني وتأكل الثالث وما رح يقدر يسوي أي شيء اللاعب اللي أمامك لأنه عندك نقطة ضعف وحدة ضغطت عليها واستمرت في الضغط عليها قدت إلى خسارة المعسكر بشكل كامل خسارة الجنود كلها بشكل كامل رح ننتقل لشكل آخر هذا الشكل اللي شايفينه أمامكم مثل ما كم شايفين رح نعرفكم على مسميات الأشكال الموجودة مين يعطيني شو اسم هدول الجنود هذا الشكل أو هذا الشكل من الجنود اسمها شو اسمه مين يعطيني مين يكتب مين يشارك مين يعرف شو اسم شكل الجنود على رقعة الشطرنج هاد هدول هنن لا يا أبني هدول هنن التشيمبون يعني سلاسل البيادق كل ما كان عندك جنود تشيمبون كل ما كانت جنودك بهذا الشكل كل ما كانت جنودك معناها قوية جنودك قوية بسبب وجودها بشكل سلسلة بشكل محمي كلهم محميين مع بعض كلهم مترافقين مع بعض شايفين كيف الكل مترابط مع بعض هدول الجنود يعتبروا جنود قويين على رقعة الشطرنج لأني محميين بيحموا بعض هدول هنن التشيمبون أو سلاسل البيادق متل ما كم شايفين دائما بيكون شكلهم بهذا الشكل بيكون جنود حامين بعض بهاي الطريقة هدول جنود تعتبر جنود قوية تعتبر نقطة قوة لما بتكون عندك جنود بهذا الشكل هدول الجنود شو اسمهم الكافر بون جنود الحماية هدول مهامهم مهامهم حماية الملك حماية الهجوم على الملك وأحيانا منشوف أن جندي تقدم إلى الأمام H3 لحتى يكون فيه منفذ للهروب أحيانا منشوف تقدم الجندي على H3 وأحيانا منشوف تقدم الجندي على G3 لحتى يكون فيه منفذ للهروب للهروب الملك للهروب هروب الملك أحيانا منشوف هذا الشيء أيضا ننتقل إلى الشكل الآخر ننتقل إلى شكل آخر أيضا هذول الجنود اللي شايفينهم أمامكم هذول الجنود جنود وسط ولكن لهم مهام على رقعة الشطرج شو مهام هاي الجنود بعد ما تقدمت للوسط لربما أن تكون هاي الجنود جنود مهاجمة كتائب مهاجمة هذول الجنود من مهامهم أن يتقدموا إلى الأمام أيضا يتقدموا إلى الأمام يفتحوا الأعمدة يفتحوا الأوتار قد نتقدم للأمام وناكل أيضا نفتح العامود أو نشغل الوزير والقلعة من خلال فتح العامود شايفين كيف مجرد أني أنا أتقدم بالجندي للأمام أعطي إمكانية للقطع أن تشتغل وأفتح الأعمدة وأفتح الأوتار إذن هدول الجنود أو كتائب هذه الجنود جنود مهاجمة هدول الجنود من مهامهم أن يتقدموا للأمام لربما أنه يطلع وزير لربما أن هذا الجندي يشكل خطورة على ملك رسيلك الملك الآخر ملك اللاعب الطرف الآخر لربما أيضا أنك أنت هذا الجندي يساعد في عملية الشيك ميت يساعد في عملية الهجوم والحصول على الكيش مات إذن هدول هدول الجنود جنود وسط وجنود مهاجمة أيضا ربما نستخدمهم ولربما نضحي فيهم أيضا لربما تكون جنود يعني للتضحية هناك جنود نضحي فيها مقابل أن نضعف الملك نضعف المكان نضعف الوضع بشكل استراتيجي ونخلق صغرات في جناح الملك أو جناح اللاعب في المقابل أيضا رح نتحول إلى شكل آخر ورح نعرف عليه أيضا هذا الجندي عندنا مثل ما كم شايفين الأبيض عنده جندي كونكت جنود كونكت وجنود متصلة محميين في بعض ما حد يقدر يهاجم عليهم وأيضا عنده جندي سالك عنده جندي سالك جندي سالك جندي سالك هذا الجندي السالك هذا الجندي من مهامه أن يطلع وزير وهذا الجندي قوي جدا هذا الجندي اللي شايفينه أمامكم يعني شالل نهائيا شاغل الملك والملك ما عاد يقدر يتحرك من أو يبتعد عن هذا الجندي وليش السبب أن هذا الجندي ما في أمامه حد يوقفه وهذا الجندي ممكن يطلع وزير يتحول إلى الجندي يترقى الجندي ويستوي وزير يصير وزير هذا الجندي ويتحول الجندي من قيمة صغيرة وهي واحد نقطة واحدة أو جندي واحد ويتحول إلى وزير ويتحول إلى تسع نقاط وتحول قيمته ومهامه وقوته على الرقعة فرح يكون الملك الأسود مثل ما كم شايفين من شغل في الجندي السالك يعني أنت بمجرد ما أنك أنت تخلق جندي سالك على الرقعة هاي ميزة في جنودك إذن النقطة القوية اللي ممكن تحصل عليها أنك أنت تقدر تخلق جندي سالك لحتى تشغل اللاعب اللي أمامك في مراقبة هذا الجندي السالك وربما أنك أنت تكسب من خلال هذا الشيء ومثل ما كم لاحظين بهذا الشكل الملك رح يكون مشغول في ترقية هذا الجندي وبالتالي الملك الأبيض رح يروح بشكل سهل ورح يأخذ الجنود الضعيفة الجنود المعزولة مثل ما كم شايفين جندي معزول في ال H6 وال E6 جنود ضعيفة والأبيض أكيد رح يكسب في هذه المعركة وبسهولة وبسبب نقاط الضعف الموجودة في معسكر اللاعب الأسود في معسكر الجنود السود رح نتحول أيضا إلى الحين أشكال هامة رح أعرفكم عليها على رقعة الشطرنج هناك جنود أيضا جنود مؤثرة لما يكون عندك جنود مؤثرة جنود لها مهام وتؤثر بشكل كبير على رقعة الشطرنج هي الجنود القوية كيف أعرف جنودي قوية أو ضعيفة إذا كان لها تأثير وتأثير كبير على الرقعة يعني لو شفنا هذا الجندي اللي موجود في مربع اللي موجود أمامكم في هذا المربع طبعا بنشوف جندي لو فتلته الرقعة هذا الجندي هو موجود في مربع البي فور هو في الحقيقة وهذا الملك لو شفنا لو حاول يجي ويدخل بين هذول المربعات رح يلاقي في صعوبة بسبب وجود الجندي اللي مراقب عملية الدخول من مربع الـ A5 أو من مربع الـ C5 لا يوجد إمكانية للملك أن يدخل على هذا المكان إضافة إلى هذا الجندي الموجود في مربع الـ D5 مانع الفيل من حركة الفيل بشكل نهائي جنود مؤثرة جندي مؤثر مكانه مؤثر جدا مانع الفيل من أنه يتقدم أو يتحرك أو يعمل مناورات أيضا الجندي اللي بالـ E4 أيضا عامل مانع الفيل من أن يتقدم على مربع الـ F5 أيضا جندي الـ H3 مانع الفيل من أنه يتقدم على مربع الـ G4 إذن هذول جنود مسيطرين على رخعة الشطرنج مسيطرين على مربعات الوسط وأيضا جنود مؤثرة جنود مؤثرة جنود مهمة إذن جنود قوية تعتبر الجنود جنود قوية بينما الأسود عنده جندي باكورد جندي معزول ممكن يصير عليه ضغط بشكل أو بآخر يمكن يصير عليه هجوم أو ضغط بشكل أو بآخر من القطع الخفيفة يعني الفيل أو الحصان أو القطع الثقيلة القلعة أو الوزير أو حتى الهجوم بالملك زين أحسنت يا سكر ننتقل على الشكل اللي بعده الشكل اللي بعده شايفين عنا جنديين هذول الجنود جنود كونكت جنود متصلة جنود متصلة ومحمية وأيضا بالإضافة إلى ذلك هذول جنود سالكة جنود سالكة رح تطلع وزير عندي جنديين مثل ما كون شايفين أمامكم بإمكانهم أن يطلعوا وزير بإمكانهم أن يطلعوا وزير هذول جنود قوية وقوية جدا ليه شو السبب لأن حتى وأن طالعت القلعة هددت أحد الجنود رح يتقدم جندي الثاني إلى الأمام ويطلع وزير ويطلع وزير وبالتالي لو حاوث أنك ترجع بالقلعة رح تلاقي نفس المشكلة رح أقدم جندي الآخر رح أقدم جندي الآخر هذول جنود محميين جنود قويين جنود متصلة لما يكون عندك جنود سالكة ومتصلة إذن هاي جنود قوية وقوية جدا محمد با ديع محمد بديع روك دي تري روك دي تري صحيح يا محمد بديع لكن اللعب للأبيض اللعب للأبيض برافو عليك لكن هذا الوضع فوز للأسود صحيح كلامك الوضع فوز للأسود لكن اللعب بهذا الشكل للأبيض الشكل هذا رح يلعب الأبيض وبالتالي لو تقدم الجندي أو تقدم الجندي للأمام رح يصير في عندي إجباري جندي سالك وجندي رح يصير بروموتينج بون رح يرقي الجندي ورح يفوز الأبيض رح يفوز الأبيض طبعا لو اللعب للأسود رح يلعب نقلة اللاعب محمود بديع برافو عليك يا محمود رح يوقف الجنود رح يوقف حركة الجنود وبالتالي رح يلعب روك دي تري يوقف هذا الجندي من الترقية ويمنع هذا الجندي من أنه يصير جندي سالك ويطلع الملك بشكل بسيط وياكل الجنود لكن بينما اللعب للأبيض بكل بساطة ممكن يلعب نقلة السي سيكس ويصبح الأسود في وضع خاصر أو يلعب بشكل مباشر تيمبو دائما لما تلعب لازم تلعب نقلة مع تيمبو لازم تلعب النقلة اللي فيها تهديد هاي النقلة تيمبو اللعب الحين نقلة الدي سيفن التهديد واضح التهديد أني أنا بدي أعمل ترقية وبالتالي إجباري رح تلعب روك دي تري وبالتالي أنا رح ألعب النقلة اللي بعدها رح ألعب سي سيكس أحمل جنود مرة ثانية وأنت ما فيك تمنعني من أني ألعب سي سيفن وأطلع وزير هذا بكل وضوح واضح يا محمود واضح يا محمود بديع واضح التحليل واضح لكم جميعا تمام رح ننتقل إلى شكل آخر إذن لما يكون عندي جنود connect جنود متصلة جنود سالكة هاي نقاط قوة الحين رح ننتقل إلى الشكل وهذا الشكل اللي شايفينه أمامكم رح نتكلم فيه عن الجنود المركبة هناك عدة أشكال للجنود المركبة الجنود المركبة هناك أشكال مثل ما كم شايفين هذا الشكل من الأشكال الشهيرة للجنود المركبة جنود مركبة ولكن جنود غير معزولة تكون ضعيفة ولكن بشكل قليل مش بشكل كتير كبير الجنود الضعيفة هي جنود مركبة ولكن محملية مش معزولة بينما لو شفنا الشكل الآخر في جناح الملك الأبيض هناك جنود معزولة ومركبة بنفس الوقت يعني في عندي أنا دبل بون على عمود الـ H وعلى عمود الـ F جنود ضعيفة جنود معزولة ليش؟ ما حد يحميها ما حد يقدر يحميها ما في جنود تحميها بينما هون هذا الجندي المركب جنود مش ضعيفة كثير لأنه في من يحميها هذا الشكل من الجنود المركبة الدبل بون أو الجنود المركبة أو تراكيب الجنود وهني منشوف شكل آخر أضعف من الشكل الثاني اللي هو التريبل بون تراكيب الجنود المركبة لكن الثلاثية مثل ما كم شايفين جنود شكلها مثل شكل البنطال شكل البنطالون يعني شايفين؟ جنود أغذة خط واحد يعني كان الملك يطلع ويهدد الجنود وياكلها كلها ربما ربما أني يأكل الجنود كلها ليش؟ لأنه جنود ضعيفة وعلى خط واحد يعني آغذة مثل شكل البنطال أو شكل العمود مركبة بشكل سيء جداً ثلاثة جنود فوق بعض وهذا أضعف أشكال الجنود المركبة يعني هذا أضعف أشكال ممكن تشوفها للجنود المركبة أنه يكونوا جنودك بهذه الطريقة بعدين الشكل الثاني الأضعف يعني بالمرتبة الثانية بيجي الجنود لما بتكون بهذه الطريقة جنود ضعيفة ومركبة ومعزولة آخر شيء الجنود المركبة اللي بتكون بهذا الشكل وبتكون محمية يعني أقل ضعف أقل شيء أن تكون جنود مركبة ولكن جنود غير معزولة بتكون ضعيفة ولكن بشكل بسيط هذا الشيء واضح الحين ننتقل للشكل اللي بعده رح نشوف الشكل اللي أمامنا مثل ما كم شايفين الأسود عنده ثلاث جزر عنده بيادك معزولة طبعاً لما بيكون في عندك نقطة ضعف عند الأسود لازم تجيب قطعك الخفيفة والسقيلة تضغط على الجندي الضعيف أو تجيب الفيل أو تجيب الإحصان أو تجيب القلعة أو الوزير دائماً تضغط على نقاط الضعف يعني لو أنا قيمت هذا الوضع بكل بساطة هذا الاندجيم بقدر أقول أن البونستركتشار أو هيكل البيدق للأبيض أفضل من الأسود لعدة أسباب السبب الأول أن الأبيض عنده جزيرتين مقابل ثلاث جزر أو مجموعتين مقابل ثلاث مجموعات هذا رقم واحد رقم اثنين الأسود عنده جنود معزولة و جنود ضعيفة بهذا الشكل فينا نعتبر أن الأبيض بكل بساطة نقيم الوضع و نقول الأبيض أفضل رقم ثلاثة رح نشوف أنه في جنود مركبة في جناح الملك مقابل أن الأبيض جنوده قوية و قوية جدا أي رقم ثلاثة لو عدينا القيمة المادية للجنود لو عدينا عدد الجنود رح نلاقي ثلاث جنود أربعة خمسة ستة مقابل ست جنود ولكن ولكن ربما يخلق الأبيض جندي سالك بسبب وجود أربعة ضد ثلاث أربعة ضد ثلاث وجنود مركبة أيضا لربما يقدر الأبيض يعمل جندي سالك هذا هو المجوريتي بون هذا هو يعني لما بيكون في عندك عدد إضافي أو عدد هجوم الأغلبية اللي بيكون على جناح لما بيكون في عندك ثلاث جنود مقابل أربعة لربما يتفوق الأربعة على الثلاثة و يكون في عندي جندي سالك في هذا الجناح وبالتالي لربما أنا أقدر أشغلك في أجندي سالك وألتفت وأروح على جناحك الآخر وأخذ لك كل جنودك و يكون عندي ميزة إذن في عندي ميزة أن يكون عندي جوم الأغلبية ثلاث جنود على أربعة معناته الأربعة يمكن تكون متفوقها على الثلاثة ثلاث جنود على جنديين في جناح الملك أو جناح الوزير ربما يكون هذا نقطة تساعدك في التفوق وتساعدك في المكسب أيضا وتساعدك في كسب المباراة سننتقل إلى الشكل الذي ترونه أمامكم هذا هو البونستريكشر هذا هو البونستريكشر أو ما يسمى الهيكل البيدقي يعني في بداية اللعب في بداية اللعب دائما ما بيكون هيكل الجنود بهذه الطريقة ومثل ما يروني الجنود في بداية اللعب بيكونوا مجموعة وحدة جزيرة وحدة وهاي هي نقطة القوة عند الجنود في بداية اللعب بيكون الجنود بهذه الطريقة بينما مجرد ما أني تحرك الجندي إلى الأمام مثل ما كم شايفين وتحرك الجندي أيضا للوسط على سبيل المثال لعبنا نقلة الدي فور نشوف أن الأسود يقدر يأكل هذا الجندي والحين لو نظرنا إلى الشكل التالي رح نشوف أن الأبيض استوى عنده جزيرة وجزيرة ثانية في جناح الوزير كانوا الجنود لو رجعنا للخلف كانوا الجنود جزيرة واحدة مجرد ما أني احتكت الجنود في بعض وضاربت الجنود في بعض أصبحوا جزيرتين تكسرت الجنود أصبحت جزيرتين لربما نخلق نقاط ضعف أخرى يصبحوا ثلاث جزر أربع جزر لربما يكونوا أكثر لكن على العموم كل ما كانت الجنود مترابطة كل ما كانت الجنود جزيرة واحدة كل ما كانت الجنود أقوى كل ما كانت الجنود أفضل رح نشوف الحين رح نتكلم في خلال عشرين دقيقة متبقية عن أهداف الجنود أهداف حركة الجنود على الرقع لكن قبل ما ننتقل على الأهداف نحن تكلمنا عن أقسام الجنود على رقعة الشطرنج وأتكلمنا عن مهام الجنود على رقعة الشطرنج وأتكلمنا أيضا عن أشكال الجنود على رقعة الشطرنج ومسميات الجنود على رقعة الشطرنج ورح نعمل اختبار طبعا لللاعبين المتواجدين معنا ورح نعمل اختبار لكل اللاعبين على ان نشوف او نفحص او نختبر ان كان الابيض او الاسود او انت كلاعب افهمت هذا الدرس او ما افهمته الحين ما زال عنا متبقي 19 دقيقة لكن قبل ما انتقل لا احداث حركة الجنود على رقعة الشطرنج ونعطي الامثلة رح اول شي رح نتأكد مين موجود معانا بالدرس كل لاعب موجود معانا في الحصة التدريبية يذكر اسمه يكتب اسمه ويعلن حضوره سعود جابر الزرعوني احمد الصبار سعود احمد المازمي زايد علاء محمد بديع مين بعد موجود معانا في الحصة التدريبية مين موجود زايد فيصل توفيق صقر خميس تمام رح نكمل درسنا لليوم ورح ننتقل لا اهداف حركة الجنود على رقعة الشطرنج اولى اهداف حركة الجنود على رقعة الشطرنج يا ابطالنا يا حلوين مين بيعرف اولى اهدافنا على رقعة الشطرنج اولى اهداف الجنود على رقعة الشطرنج فوفو بيض ايضا موجود معانا اذن فوفو موجود معانا ايضا طبعا فوفو هو راجي صايل اللاعب البطل راجي صايل مين بيعرف ما هي اولى اهداف الجنود على رقعة الشطرنج مين بيقدر يسكر لي ما هي اولى الاهداف اللي بيعرف يكتب اللي بيعرف يشارك معانا ويكتب ما هي اولى اهداف حركة الجنود على رقعة الشطرنج في حالي بيعرف فيكم سيطرة على الوسط نعم نعم سيطرة على الوسط شيء جميل هدف جميل صحيح تمام مين بيعرف ايضا مين بيعرف طيب رح ننتقل الى الهدف الاول دائما الجنود مثل ما كم شايفينها في بداية اللعب بتكون على السطر الثاني صحيح او السطر الثامن لها عدة مهام صحيح السيطرة على الوسط حماية الملك الحصول على المساحة على رقعة الشطرنج وايضا من اولى ومن اهم المهام اللي موجودة على رقعة الشطرنج هي دعم وتطوير القطع الخاصة فيك والتحكم في السيطرة على المربعات يعني اذا شفنا في هذا الشكل بإمكانكم تعملوا أنتوا الأسود من تحت مثل ما كم شايفين في حركة سهم سهمين بهاي الطريقة بشكل دائري بإمكانك تضغط على السهمين وتفتل وتخلي القطع السود من تحت من الأسفل بإمكانكم تقلبوا الرقعة وتشوفوا لو بهذا الشكل الأسود شو ممكن يلعب في هذا الوضع شو الاحتمالات اللي ممكنة لو الحين الحركة عند الأسود لو الحين اللعب عندك شو بتلعب انت يا صديقي اللاعب الأسود كلها تقوم معاكم أسود ولو طلبت من كل لاعب يلعب نقلته يقول لي شو نقلته كل لاعب يلا تفضل اللعب عندكم اللعب عند الأسود شو تلعب يا محمود بديع شو تلعب يا صباغ بشوب سي سيكس يا السلام عليك يا أحمد الصباغ بشوب سي سيكس يا أحمد الصباغ بشو بسي سيكس لو لعبت بشو بسي سيكس انت لتاخد الوتر هذا القوي وتسيطر على مربعات البيضاء الضعيفة بكل بساطة رح ياكلك بالحصان شكرا لك يا احمد الصباغ لاني عطيتني فيلك القوي زايد على سي فايف يا عيني عليك يا زايد نقلة قوية جدا من زايد ليش لاني سي فايف اول شي تضرد هذا الاحصان وبالتالي شايفين الاحصان ما له اي مكان جيد على رقعة الشطرنج الا ان يرجع على سي تو مجرد ما اني رجع الاحصان على سي تو بامكاننا الحين نلعب بشو بسي سيكس ونسيطر على كل هذا الوتر اللي شايفينه امامكم وبالتالي انا محمد بديع ذين بشو بسي سيكس محمد بديع بده يلعب بشو بسي سيكس او سي فايف اذا النقلة الصحيحة هي سي فايف تقدمنا من الجندي الى مربعات الوسط سيطرنا على مربعات الوسط نقلة السي فايف اذا نقلة السي فايف سيطرت على مربعات الوسط رقم واحد رقم اثنين طردت الاحصان اللي موجود في مربع بي فور ورجعته للخلث الى مربع سيء الى مربع السي 2 هذا رقم اثنين رقم ثلاثة عطت امكانية للفيل انه ياخد وتر قوي وقوي جدا رقم اربعة مجرد وجود الجندي في مربع السي فايف منع الجندي الابيض من التقدم الى الامام وبالتالي وبالتالي اصبح هذا الجندي ايضا جندي ضعيف باك وورد جندي معزول بمجرد ما اني حين يصير الجندي قوي بينما اذا انا خليته بهذا الشكل ولعب سي فايف رح يكون جندي ضعيف رح يكون جندي ضعيف هذا الشكل الشكل الأول الهدف الأول اللي ممكن يكون هدف أساسي في عملية تطوير قطعك واحتلال المربعات على الرقعة الشكل الثاني شايفين أمامكم اللعب عند الأبيض والأبيض بإمكانه يأكل هذا الفيل بالحصان أو بالجندي فكل لعب فيكم يعطيني قراره شو بده يأكل الحين هذا الفيل بشو بده يأكل هذا الفيل لو سمحت كل لعب فيكم يعطيني قراره ونقلته بشو بده يأكل هذا الفيل نعزيد ما فهمت شو اسمك يا أبني رجاءن إغلاق الباب لو سمحته نايت إف تري طبعاً لوجيك موف النقلة المنطقية النقلة المنطقية والمنطقية جداً أني أنا أكل بالحصان هذا شيء منطقي ومنطقي جداً ليش أكل بالحصان؟ ليش يا كابتن نأكل بالحصان؟ لأن يا أبني يا عزيزي يا صديقي العزيز أنا أكل بالحصان لحتى أحافظ على شكل البونستريكتشر تبعي لحتى أحافظ على شكل الجنود ما في داعي نهائياً أني أخرب الجنود وأخلي جنودي ضعيفة وأخلق عندي جنود مركبة ونقاط ضعف ما في أي ضرورة إذن الهدف الثاني في حركة الجنود على رقعة الشطرنج وأهداف حركة الجنود على رقعة الشطرنج ومهام مهمة جداً من الجنود على رقعة الشطرنج أنك ما تسمح بنقاط ضعف في هيكل البيضق يعني في هيكل الجنود اللي عندك إلا للضرورة والضرورة القصوى والحين ما في أي ضرورة ما في أي ضرورة ولا ضرورة قصوى أني أنا آكل بالجندي ما في أي إمكانية تخليني أني آكل الجندي الفيل بهذا الجندي بأكل بالحصان بكل سهولة وبخلي جنودي قوية وقوية جداً إذن هذا الشكل الثاني ننتقل على الشكل اللي بعده وبشكل سريع ننتقل على الشكل الآخر الحين اللعب عند الأبيض في هذا الوضع لو كان معاكم أبيض إيش بتسوون إيش بتلعبون شو نقلتك بالأبيض يا أبني لو معاك أبيض إيش بتلعب يلا السؤال للجميع بشكل سريع جاوب على السؤال سعود أحمد محمود زايد راجي السؤال إلى الجميع CD5 برافو عليك سعود جابر CD5 أكل الجندي ومن ثم رح يأكل هو بالجندي وأصبح عنده جندي معزول أصبح عنده جندي معزول بإمكاننا نضغط على هذا الجندي المعزول بالقطع السقيلة أو القطع الخفيفة بإمكاننا نجيب مثل ما قلت أنت برافو عليك CD5 بياكل بالجندي وبأجي وزير B5 بكل بساطة بضغط على نقطة الضعف على البيضخ المعزول ولكن رح خبركم شيء مهم جدا إذا كان غير ممكن مين قال 9D4 اكتب اسمك اكتب اسمك اللي قال 9D4 اكتب اسمك فورا اللي قال 9D4 CD5 CD5 Queen B5 برافو عليك زائد على 9D4 بعد ما يأكل بعد ما يأكل C ضرب D بياكل بالC نلعب Queen B5 طبعا نقلة جميلة وسهلة والأبيض بيقدر يكسب الجندي المعزول بشكل سهل بياكل الجندي المعزول وبيضغط عليه بشكل مباشر لكن الشيء اللي قال 9D4 في حال انك انت غير قادر بشكل مباشر حاليا غير قادر انك انت تضغط على هذا الجندي المعزول او انك انت تاكل هذا الجندي المعزول فافضل افضل شيء ايقاف بعد ما ناكل ياكل الجندي أفضل شيء انك انت تقدر تعمل بلوك على الجندي المعزول في الحصان الحصان هو اقوى قطعة ممكن انك انت تعمل فيها بلوك على الجندي المعزول على الجندي المعزول دائما انك انت تعمل بلوك بالحصان لحتى ما يتقدم الجندي وبالتالي هي القطعة الأقوى ل عملية تقدم الجندي المعزول لأن هذا الجندي المعزول لربما أنه يصبح جندي سالك لربما أنه يتقدم للأمام ويصبح جندي سالك خلي بالك خليك منتبه خليك منتبه في حال ما قدرت تضغط على الجندي المعزول وتاكله بشكل مباشر لازم تعمل بلوك ما تخلي الجندي المعزول يتقدم إلى الأمام ما تخلي جندي المعزول يتقدم إلى الأمام لحتى ما يصبح جندي خطير أو يصبح جندي سالك الكلام مفهوم للجميع ننتقل إلى السؤال اللي بعده أو الشكل اللي بعده الحين وهذا الشكل مثل ما كم شايفين أمامكم الحين إذن في عنا أهداف عم نتكلم عنها تهدف إلى خلق نقاط الضعف في هيكل البيضق إذن الهدف الأول مثل ما تكلمنا عنه نرجع من عيد وبشكل سريع الهدف الأول في تحقيق أهداف هيكل البيضق الخاصة بك على رقعة الشطرنج الاستراتيجية والتكتيكية الهدف الأول هو مثل ما تكلمنا نقل البيضق لدعم وتطوير القطع الخاصة بك في معسكرك ومساعدة التحكم على المربعات على رقعة الشطرنج الهدف الثاني أنك أنت لا تخلق لا تسمح أبدا بخلق نقاط ضعف في معسكرك إلا للضرورة والضرورة القصوى لا تسمح بوجود بيدق معزول لا تسمح بوجود باكورد بون يعني جندي في الظهر جندي الخلف جندي ضعيف لا تسمح بوجود جنود مركبة لا تسمح بوجود جنود معلقة لا تسمح بوجود جنود معلقة لا تسمح بتعدد الجزر أو تعدد المجموعات على الرقعة خلي جنودك دائما قوية خلي جنودك جنودك صلبة خلي مجموعاتك أقل خلي عندك جندي سالك خلي عندك جندي سالك خلي جنودك تشينبون جنود متسلسلة مترابطة سلسلة من الجنود خلي جنودك محمية في بعضها إذن أيضا خلي جنودك كوننكت جنودك كوننكت متصلة دائما حاول أنك تتعامل مع الجنود بهذه الطريقة بالإضافة إلى ذلك لازم الجنود دائما تساهم أو تساعي بشكل كتير كبير في عملية خلق نقاط الضعف في القطع أو المعسكر البيدقي أو معسكر الجنود عند رسيلك يعني أنت بحركة الجنود لربما تلعب نقلة في الجندي وتخلق صغرة في المعسكر بشكل كامل طبعا كل كلمة تكلمناها وكل شكل تكلمنا عنه عن البيدق وهيكل البيدق هو عبارة عن تعريف رجاء يا شباب يا أبطال يا حلوين تفهمون أن درسنا لليوم هو عبارة عن تعريف الأشكال وتعريف المهام وتعريف الأقسام تعريف ولكن كل كل شكل للبيدق على رقعة الشطرنج وكل مسمى للبيدق على رقعة الشطرنج له دراسة ودراسة كبيرة يعني فيه دراسة كبيرة وطويلة جدا للتعامل مع البيدق المعزول للتعامل مع الجنود المركبة للتعامل مع الجنود الظهر الجنود الضعيفة للتعامل مع الجندي السالك كل دراسة لها يعني أشكال وألوان كبيرة وكبيرة جدا الشطرنج بحر ودراسة البونستريكتشر أو أي جنود يحتاج إلى وقت طويل جدا ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى جدية في التعلم يعني أنا بدي أكون جاد في عملية أني أتعلم وأستقبل هذه العلوم بشكل أكاديمي وبشكل جيد وبشكل سليم وبشكل صحيح ننتقل إلى الشكل الأخير والشكل الموجود أمامكم على رقعة الشطرنج مثل ما كم شايفين الحين الأبيض بإمكانيته ياكل جندي الإيفايف بالجندي وبإمكانيته ياكل جندي الإيفايف بالحصان وبإمكانه ياكل الجندي في القلعة لو سألنا سؤال إلى جميع اللاعبين وأريد الجواب بشكل سريع لأني باقي معنا من الوقت ثلاث دقائق فقط لو كان معاك أبيض بشو بتاكل كل لعب يكتب اسمه ويكتب نقلته بالأبيض لو معاك أبيض الحين بشو بتاكل لو معاك أبيض الحين بشو بتاكل نايت إيفايف زايد برافو سعود جابر نايت إيفايف غيره بسرعة يا شباب بسرعة يا أبطال سعود المازمي نايت إيفايف أيضا الجميع بيقول نايت إيفايف طبعا نايت إيفايف نقلة جميلة مجرد أني ألعب النايت على الإيفايف مجرد أني ألعب النايت على الإيفايف مربع النايت على الإيفايف يجي حصاني على مربع الإيفايف بهذا الشكل رح أنا أساعد في تطوير القطع أحصاني الحين رح أطور أحصان وأدخل فيه على مربع الوسط على مربع الإي فايف وبالتالي رح أضغط على الأحصان وفي حال أنك أنت أكلت الأحصان رح أكل أيضا بالقلعة رح أطور قلعتي ورح أضغط على جندي المعزول وجندي الباك وورد وأحاول أيضا أجيب قلعتي الثانية على العامود أعمل دبل روك على العامود وأعمل عامود مثقل أجيب قطعي بشكل أني دائما أضغط على نقطة الضعف النقطة الضعف الموجودة عند معسكر اللاعب الأسود أيضا هذا الفيل بإمكانه أني أتطور يجي على مربع الدي تري بعد ما نكسر الأحصان ويجي على الإي تو ويجي على الجي فاي الجي فور ويضغط على نقطة الضعف إذن أنا أحاول أنا أسخر كل القطع أجيب كل القطع على نقطة الضعف بمجرد ما أنه يكون موجود نقطة الضعف أنا ممكن أساوي يعني الضغط على هذه النقطة وأجيب القطع الخفيفة والقطع الثقيلة ومثل ما كم شايفين بشكل أو بآخر بشكل مباشر أو غير مباشر قد يؤدي شكل جنودك أو شكل البيدق على رقعة الشطرنج في الفوز أو الخسارة مثل ما تحدث تماما مثل ما تحدث في اليدور أنه شكل البيدق على رقعة الشطرنج قد يعني يكون بشكل كبير وكبير جدا مؤثر في نتيجة المباراة شكل وبشكل كبير يكون مؤثر في نتيجة المباراة إن شاء الله تكونوا استمتعتوا في هذه الحصة تدريبية أتمنى من جميع اللاعبين الموجودين يكونوا فهموا الدرس أتمنى من الجميع الالتزام وحضور الدروس بشكل ملتزم وأشكر متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا ممات ut جميع كبرتك من جبد